أهلا بك عزيزي طالبات التعليم الفني في حلقة دين برنيرك بيتنا مدرسة والنهاردة حلقتنا طبعا مختلفة هي مراجعة لجزء مهم جدا من المواد الخاصة بتخصص النسيج وطبعا ده من التخاصات الصناعية الموجودة عندنا في التعليم الفني بالنسبة طبعا لمدتنا النهاردة اللي احنا هنرجع هنرجع مادة تراكيب نسجية ومادة تراكيب نسجية احنا عارفين ان هي بتتكون من مجموعة من الانسجة اللي احنا بناخدها على مدار العام الدراسي طبعا هنقسم الجزء الخاص بمراجعتنا على جزءين جزء الاول بتاعنا هنتكلم فيه عن اكبر كم منهج وهو جزء خاص بالانسجة الزايدة انا عندي بالنسبة للانسجة الزايدة عندي انسجة زايدة حقيقية وعندي انسجة زايدة تقليدية عموما الهدف الاساسي من وجود الانسجة الزايدة او التغير في التراكيب النسجية عشان برضو نبقى فاهمين الجزء ده عشان ده هيقابلنا كتير في سوق العمل ليه انا بغير التركيب النسجة وليه بشتغل على مجموعة تركيب النسجة اللي عندي لحاجة مهمة جدا وهي اه بعمل او بحسن مظهر القماش انا ليه بغير من تركيب النسجة عشان مظهر القماشة عندي يكون اه فيه تحسن شاء او فيه المظهر بتاعي يكون مختلف اه بالضبط كده لما يكون انا عندي نقشة فبالتالي انا عايز احط النقشة دي على القماشة بشكل صريح فبالتالي باخد النقشة دي بروح عملها عمليه الطباعة عشان تبقى لالوان صريحة عندي على سطح القماش طب فيه ناس ما بتحبش موضوع الطباعة يعني انا بحب يكون عندي النقشة تكون عندي في قلب القماشة نفسها يعني بطبيعة القماشة تكون منقوشة عن طريق تعاشق الخيوط مع اللحمان فبالتالي لازم الجأ لمجموعة من الانسجة مجموعة الانسجة دي هتظهر النقشة بشكل صريح على سطح القماش بس هتكون كونة من تقاطع الخيوط مع اللحمان بالنسبة الانسجة ازاي ده بتاعتي انا بحتاج لنوع منها مطوطين سدى وفيه انواع تانية بحتاج لها مطوة اذا كان عندي السدى ازاي فبالتالي محتاج مطوطين او هنلاحظ حتى التراكيب الانسجية الموجودة عندي في سنة تالتة هنلاحظ ان معظمها بيحتاج مطوطين سدى بالتالي لو اتكلمنا عن الانسجة الموجودة عندي في سنة تالتة هنلاحظ عليها الملاحظة دي ان لازم يكون فيه معندي مطوطين سدى في الركبين على النول اثناء عملية نسي هل كل الانسجة فيها الموضوع ده لا فيه انسجة بتحتاج المطوة واحدة وببقى الشغل اللي بعد كده بيكون عن طريق استخدام لحمتين او بالنسبة ليه اللحمات نفسها ممكن يكون عندي لحمة زايدة معها لحمة ارضية وهكذا انا بستخدم لحمتين او اكتر بقى في موضوع اللحمة في التالي الدنيا هيكون عندي مفتوحة بس هو الموضوع عندي في الاساس التعاشقات النسبة التشريب اللي بتكون موجودة عندي هي دي اللي بتأثر على كان فيه عندي كم لحمة او كان عندي كم سدى باللاحظ ان الكلام ده احنا كله بنحسبه في جزء تاني من الاجزاء بتاعتنا وهي مادة التخطيط ان احنا بنحسب بيها كميات الخيوط اللي نقدر استهلكها وليه عندي كمية خيوط بتزيد عن الكمية التانية مع ان عدد اللحمات بيكون واحد او عدد الخيوط بيكون واحد ما بين الاتنين يعني عندي التبادل بيكون ما بين فتلة سدى للارضية وفتلة سدى للنقش بس ممكن احتاج في واحدة كمة اكبر من التانية بسبب ان في واحدة فيهم نسبة التعشق بتاعتها بتبقى عالية فبالتالي بتستهلك خيوط اكتر فبالتالي محتاج كميات اكبر من النوع ده يبقى عندي الف فتلة بتشتغل نقش والف فتلة بتشتغل ارضية بس الفتلة البداعة الارضية ممكن احتاج منها ميت متر اما الفتلة لنقش ممكن احتاج مية وعشرين متر طب والعشرين متر راحوا فين؟ راحوا تعشقات او العكس طبعا ده بناء على الحسابات اللي احنا بنحسبها في الكميات المستهلكة من خيوط السدى او اللحمات الموجودة عندي على الماكينة طيب احنا كده بنتكلم عن الانسجة الزايدة تعالوا نشوف الانسجة الزايدة وايه هي شكل اسئلة اللي ممكن تيجي عليها بيقول لي هنا ما هي مزايا استخدام النقوش الزايدة الحقيقية من اللحمة ده اول نوع عندي بيقول لي عدم استعمال قوة الدرق او شناكل زايدة طبعا مش بيأثر بقى مش بيحتاج حاجة يزودها على هد المكنة ده بالنسبة للنقش اي انه لا يترتب على استعمال الوان زايدة في اللحمة اي زايدة في قوة الماكينة بيحس ان انا ما بغيرش الوان بقى عشان كده بيقول ليه حيث ان تغيير الالوان واختلاف ظهرها في النقش يأتي من اللحمة فقط بواسطة تعدد المواكيك والكرتون ده اللي احنا اتكلمناه في الاول قلنا ان انا ممكن يكون عندي التعديل او الشغل عندي من اللحمة فبالتالي بخف الحمل عن السدى اتنين اللقي والتطريح غير معقد لو انا اشتغل من اللحمة انا مش محتاج ان انا اغير فيه اللقي والتطريح طبعا ده بعكس لو انا اشتغل سدى زايدة حيث يكون اللقي غالبا على الصف لاستعمال سدى واحد ويكون التطريح متساوي في جميع اجزاء المنسوج لنفس السبب انا مش محتاج ان انا اعمل عمليات لقي مختلفة عن اللقي التقليد بالعكس انا اشتغل على الصف وكل الحركة بتاعتي هتأثر او هيكون ظاهرة عندي من اللحمة تالت حاجة سهولة تغيير الوان النقش بواصلة المواكيك وبذلك يسفل الحصول على منسوجات متنوعة الالوان انا هنا كده هزود الالوان بتاعت فبالتالي كلها هعمله بس ان انا هزود المواكيك وهزود الالوان بتاعت عليها وبالتالي هزود الالوان الموجودة عندي على سطح القمش رابح حاجة سهولة تغيير النقشات وذلك بعمل رسومات اخرى ومخالفة لها تحتاج فقط ان انا اغير روباط الدوس او اغير الكارتون الموجودة عندي على هد الماكنة فبالتالي سهل ان انا اغير النقشات في اي وقت وانا اشغال على الماكنة ليه انا كده كده لقي بتاعي على الصف فبالتالي كلها هعمل اول مغير الكارتون هتتغير النقشة معي على طول وبرضه هيكون اللعبة معي بيكون من اللحمة خامس حاجة وهي الاهم استعمال خمات الخص التامن بدون تانا هشتغل من اللحمة سادس حاجة استعمال مطوط سدة واحدة لانه برضو شغال من اللحمة سابع حاجة استعمال خيوط معدنية ده برضو اقدر اشتغله من اللحمة بقى انا كده النقشات الموجودة او الزايدة من اللحمة هتديني متسعة اكبر في تغيير النقشات وفي كمان استخدام خمات بشكل مختلف وهكذا من المميزات الكتير جدا لتدهالي النقشات الزايدة من اللحمة بقى نقشات الزايدة من اللحمة بتديني فرصة اكتر ان انا استعمل خمات مختلفة استعمل الوان مختلفة استعمل نقشات مختلفة اقدر غيرها في اي وقت هد المكانة شغال وانا عارفه قوة بتاعته كله هعمله هشيل طقم الكارتون اللي راكب ده وحط طقم الكارتون الجديد بتاع النقشة جديدة وهتكمل المكانة شغل بشكل تلقائي مفيش اي مشكلة كله هعمله بس هزبط اللحمات بتاعته وغير الوانها يبقى النقوش الزايدة من اللحمة بتديني فرصة اكبر في الاستخدام كل المميزات اللي معايا دي اما لو عكسنا الموضوع واشتغلنا من السدى هتلقى السدى مقايد شوية لكن طبعا النقوشات بتاعته بيبقى ليها برضو مميزات برضو مش بتبقى كلها عيوب زي ما احنا كلمنا وزي ما احنا شوفنا تعالوا نشوف النقوشات الزايدة من السدى ايه الفايدة اللي فيها بقول لي ايه هي مزايا الاستعمال النقوش الزايدة الحقيقية من السدى تعالوا نشوف كده اول ميزة عندي نقص عدد الكارتون هناك انا كنت بغير الكارتون اه بس كان عندي كم كارتون كبير لكن هنا أنا بقول نقص عدد الكارتون حيث كل صف وفك في نقشات الموضوع على أساس السدى الزايد يحتاج لكارتونة أو دواسة وحدة ترفع بواسطتها الخيوط المطلوب هنا أنا بقلل عدد الكارتون اللي هركب عندي على المكانة تاني حاجة استعمال مكوك واحد لظهور الألوان من السدى أنا كده كده عندي الألوان في السدى فبالتالي كفاية عندي مكوك واحد يظهر عندي أو بلون واحد في اللحمة استعمال ألوان أكتر استخدام السدى الزايد بيديني استخدام ألوان أكتر لنا بحضرها في عملية السدى التزدية نفسها رابع حاجة زادة الإنتاج بما يعادل 25% ليه لأن عملية تغيير الألوان أصلا كانت من اللحمة كان بتاخد وقت في التغيير فبالتالي ده كان بيعمل فائد في الإنتاج فبالتالي السدى الزايد بيزود لإنتاج المكينات بنسبة 25% استهلاك أقل في الخمات طبعا لأنه شغال من السدى انتظام حركة الطي طبعا لأنك برضو كنت بغير بالنسبة لو قررنا عملنا مقارنة بين مميزات السدى الزايد ومميزات اللحمة الزايدة هنلقى أن المميزة الميزة اللي في واحد منهم هي عيب في الجنوع الثاني والعكس صحيح فبالتالي أنا الأكتر ميزة عندي في السدى الزايد الألوان كتير المكيناة بقدر استفاد منها بنسبة أكبر في عمليات الإنتاج بتاعتي وبالتالي دي طبعا من المميزات المهمة كمان ومن المميزات الأكتر أن أنا بقلل عدد الكارتون بقلل عدد الدواسات اللي بتترفع في كل حطفة فبالتالي هنا ببقى متحكم أكتر شوية في التصميم الموجود عندي على المكناة فبالتالي زي ما قلنا أن اللي يهمني بالأكتر نسبة الإنتاج تكون عالية وكمان وهمني كمان أكتر الجودة نفسها احنا هنا بنتكلم كمان عن جودة المنتج مش على المنتج وبس مش إن أنا أزود نسبة الإنتاج أو نسبة الانتفاع من المكينة وده يأثر على جودة المنتج بالعكس أنا كل اللي بعمله بحاول أزود جودة المنتج يمكن من شوية قلنا من ضمن المميزات اللي موجودة في اللحمة الزايدة أن نقدر أستخدم خامات رضيئة أو خامات أقل جودة شوية ده طبعا برضو بيأثر على الجودة يبقى أن هنا أثرت على الإنتاج في اللحمة الزايدة وأثرت كمان على الجودة بس هي نوع من أنواع الأمشة الموجودة عندنا في السوق طيب أفضلهم إيه؟ أفضلهم زي ما إحنا عارفيني السيدات الزايد عشان كده هنلاقي إنه أغلبية النقوشات اللي موجودة عندي تستخدم فيه الملابس أو المفروشات هنلاقي تستخدم السيدة الزايد طب العيب الكبير في السيدة الزايد إيه؟ إنه لازم يكون عندي مطوطين سيدة مطوط تستخدم للنقش مطوط تستخدم للأرضية طب ليه واحدة للنقش وواحدة للأرضية؟ زي ما قلنا في الأول إن النسبة التشريب الموجودة في السيدة الأساسي أو لوها بتاع الأرضية بتختلف تماما عن السيدة اللي هو الخاص بالنقش فبالتالي التفاود في النسبة دي هيعمل لي فرق في الألوان نفسها أو في كميات نفسها المستهلكة فبالتالي كمية اللي أحضرها لسيدة الأرضية بتختلف تماما عن كمية اللي أحضرها لسيدة النقش تخيلوا إنه فيه فتلة بتتحرك كل خمس فتل بتطلع تعمل تحبيسة وتنزل تاني أما لو جينا عن الأرضية هو كل فتلة بتطلع تعمل تحبيسة وتنزل تاني لو أنا الأرضية كتت عندي سيدة فبالتالي أنا في كل عشر فتل هنلقى إن النقش عامل تحبيستين طلع ونزل مرة واحدة كل خمس فتل فبالتالي طلع ونزل مرتين كل عشر فتل تعال بقى على الأرضية لو هتشتغل سيدة لو هتشتغل سيدة هي عايزة كل فتلة تطلع وتنزل يبقى عندها تعاشق كل فتلة بتطلع وتنزل تطلع وتنزل بقى عندي خمس تعاشقات كل عشر فتل فبالتالي نسبة التعاشقات دي معناها نرتفاع وانخفاض ونرجع تاني ارتفاع وانخفاض ده استهلاك كون الفاتلة طلعت كده ونزلت تاني ده سمو استهلاك فاستهلاك الارضية كده هيكون اعلى من استهلاك النقش اللي هو كل الاربع فتل بينزل يعمل تحبيسة ويطلعتين طيب ده هيخليني احضر كمية صدى اكبر لصدى الارضية وكمية صدى اقل لصدى النقش لان استهلاكه بيكون اقل شوية من صدى الارضية ودي طبعا من الحاجات الفنية المهمة اللي هي بتخليني استخدم مطوطين صدى عشان كده لو جالك سؤال فني في الجزء ده وطبعا ده اتعرض لنا طبعا في الاجزاء العملية اه ليه باستخدم مطوطين صدى لان فيه فرق فيه كميات اللي باستخدمها في السواء السدى الارضية بمقارنته بصدى النقش فبالتالي لازم يكون فيه فرق ما بينهم طب لو الاتنين كانوا على مطوى واحدة تخيل ان صدى النقش وصدى الارضية اللي اتنين على نفس المطوى وانا بسحب من الاتنين مع بعض بعد فترة من الوقت فيه فتل هتتشد وفيه فتل هتكون مرخية اذا ارتاخد الفتل طبعا ده اللي هترخي اكتر هتكون فتل النقش لان السحب عليها بيكون اقل شوية تعشاتها قليلة فبالتالي سحبها يكون قليل فبالتالي الارتخاء بتاعها ده خليها تلف على الفتل اللي جنبها وهتعمل نسبة قطع اثناء عملية التشغيل وهتعمل تعطيل المكان اللي كل فتل هتتقطع لازم وقف المكان عشان عمل لها عملية الوصل وعمل لها تاني عملية التشغيل عشان تثبت في مكانها وكل ده من وقت المكينة فبالتالي افضل حل فصل الخيوط عن بعضها دي على مطوى ودي على مطوى ودي لها اوزان واتقال موجودة عليها وكوة شد وبرضو مطوى الارضية لها برضو اتقال واوزان وكوة شد حسب نوع المكينة اللي ركب عليها مطوى السيدة فبالتالي اثناء سحب الخيطين سوى ممكن خط النقش وخيط الارضية الاتنين بيتسحبوا قدامك على المكانة وتحس انهم مشدودين بنفس الكوة مع اختلاف النمر مثلا او مع اختلاف الخمات انت بتسحب الخيوط ولازم تكون قدامك بنفس كوة الشد او بنفس الشد المطلوب عشان تقدر تفتح نفس بشكل صافي وتقدر تعمل النسيج المطلوب منه تعالوا نشوف الجزء مهم جدا من الاجزاء بتاعتنا وهي المسألة الخاصة برسم تركيب من التركيب النسجية تعالوا نشوف طريقة تطبيق او طريقة تنفيذه ازاي بتتم على الورق المربعات طبعا ان التركيب النسجية عندنا في شعر الورق المربعات فبالتالي هنلاحظ ان حتى ورقة الامتحان بتاعتنا بتيجي ورق المربعات هنا بيقولي تصميم نقشة زيدة حقيقية من اللحمة وخلي بالنا ان هي من اللحمة مش من السدى لان شغل السدى بيختلف عن شغل اللحمة الموصفات بتاعتي بيقولي ان هي نقشة عادية نقشة زيدة حقيقية من اللحمة بلون واحد مستمر يرد تشغيلها على قماش ارضية سيدة واحد على واحد بترتيب حطفة ارضية لحطفة نقش يبقى انا كده عندي لحمة ارضية ولحمة نقش والمطلوب بين التركيب النسجي لهذا التصميم على برق المربعات يبقى انا هنا عندي فتلة اه لحمة معلش نحن كده شغالين لحمات فبالتالي كلامنا هنا عن لحمات حطفة الارضية هتشتغل سادة واحد على واحد يبقى اتعاش بتاعتها على طول عارفين ان هي تناسيك سادة واحد على واحد وحطفة النقش حسب النقشة اللي هو هيدهالي تعالوا نشوف الكلام ده بتعمل ازاي قد النقشة بتاعتي دي مسحة النقشة انا شغالين لحمة فبالتالي هشوف ارتفاع التصميم واضرابه في اتنين ارتفاع التصميم واضرابه في اتنين ليه باضرابه في اتنين لان انا بيقول لي حطفة نقش وحطفة ارضية حطفة نقش وحطفة ارضية يبقى النقشة بتاعتي هي تخللها كل ما بين كل واحدة والتانية من دول الخط ده هنعتبره نسيك سادة واحد على واحد اللي هو هيكون الشكل ده بالتالي يبقى انا لازم اضرب إحضار ارتفع التصميم ف 2 هعد هنا طبعا التصميم بتاعي هنا لو قلنا هنا النوع الورق 8 في 8 أدي 3 في 8 لغاية هنا 25 26 27 28 29 30 30 في 2 يبقى هنا الارتفاع بتاعي بقى 60 في عرض النقشة بتاعتي تعالوا نشوف هنا لما يبدأ يفرده على ورق المربعات عشان يبدأ يحط التركيب الناس جاي يكون شكله ازاي هنا طبعا ده المساحة بعد الفرد المساحة بتاعت اللي احنا قلنا هتكون ستين لحمة هاللحظ هنا ان اللحمات اللي ترتبت بترتيب اللحمة ارضية لحمة ناقش طبعا ده الدليل بتاعي الخاص بدليل اللحمة شغال ارضية ناقش ارضية ناقش لغاية الاخر خالص هنا لو بدأ بارضية ما فيش اختلاف في الترتيب هنا يبقى لازم ينتهي بنقش لان الترتيب واحد لوحد فبالتالي هو حطي هنا الدليل بعد مسافة عن التصميم ومحدد حدود التصميم بتاعتي عشان يبدأ يوزع نسيج الارضية على المساحة وبعد كده يبدأ يحط عليه النقش اول عكس يعني الحاجة اللي هتريحك هتبدأ تعملها بس نقلا من التصميم بتاعك في المساحة بتاعتك المفروض ان هي ترسم فيها التصميم تعالوا نشوف هيبدأ يوزع التصميم ازاي هنا ان خط لقيت راحتي في توزيع نسيج الارضية فوزعت نسيج السادة اللي احمى الاولى عليها التركيب النسج اللي هو العلامة الاولى متلونة في النسيج السادة اللحمة التانية نسيبها للنقش وبالتالي هي فاضية لسه متحطش عليها اي علامات اللحمة التالتة اللحمة التانية من التركيب النسجي او العلامة التانية من التركيب النسجي السادة على واحدة واحد على واحد اللي هو المربع الاولاني فاضي والتاني مليان فاضي مليان فاضي مليان يبقى هنا بدأنا مليان فاضي وهنا اللحمة التانية من الارضية فاضي مليانة وهكذا كررنا النسيج بتاع الأرضية على المساحة كلها بقي لي أوزع النقشة بتاعتي لازم تكون معايا النقشة النقشة موجودة عندي فين؟ موجودة عندي في الجزء اللي هو ملهولي أو الدهولي في ورقة الامتحان هنا هيبدأ أوزع النقشة بتاعتي على حسب ما هي موجودة عندي على التصميم الأساسي فبالتالي هي ملهاش علاقة بالأرضية بتاعتي كل اللي بعمله باجي قصاد لحمة النقش هنا شايفين إن هي تحت كل المسافة دي وفوق الجزئية دي بس وتحت الباقي أصبح إن إن فيه تشييف التشييف ده على مسافة كبيرة التشييف ده هيديني أو بيظهر لي إن فيه وجه للقماش وفيه ظهر القماش وجه القماش هو اللي تكون عليه النقشة بالشكل ده وظهر القماش اللي هيكون عليه التشييف طب هل التشييف دي تتبقى ظهرة لها وسهل إن هي تبقى فيها مشاكل؟ طبعا لإن عند مساحة كبيرة جدا مش هييفة عليها اللحمة فبالتالي سهل العملية القطع بتاعتها فبالتالي يفضل إن هي بتكون في خلفية القماش وطبعا إحنا عارفين لو سحبنا لو حصل أي مشكلة في اللحمة دي وتسحبت اللحمات الخاصة بالأرضية هتتضم على بعضها ومش هيبان إن فيه حاجة تسحبت من اللحمات فبالتالي ده برضو بيأثر بالإيجاب على مظهر القماش إن سحب لحمة من لحمات النقش ما بتأثرش في مظهر القماش لكنها طبعا لو حد فهم في التصميم هيحس إن فيه كسر في التصميم في المكان اللي تسحبت منه اللحمة ومع ذلك إحنا بنقول إن إحنا بقدر الإمكان بنحاول نعمل نقشة ما بتأثرش على سطح القماش لكن بتديني شكل جمالي يبقى هنا تديني شكل جمالي وبزعت اللحمات النقش بالترتيب المطلوب كل هنا علامة من علامات النقش هاللاحظ إن فيه لحمة نقش قصادها ما فيش هنا فاصل لإن هنا عندي التصميم عندي متكامل يعني ما فيش فواصل مش متقطع ده سيدة زايد أو لحمة زايدة عادية ما فيش أي تقطع لإنه عندي نوع تاني من اللحمات الزايدة اسمها لحمة زايدة والنقشات بتاعتها تكون متقطعة يعني فيه جزء أرضها يكون فيه مسافة من المسافات تفصل نقشة عن التاني هنا التصميم بتاعي ده تصميم لحمة زايدة بالكامل يمكن طبعا ده شكل من أشكال اللحمة الزايدة وزي ما قلنا هو مبني على استخدام اللحمات زي ما قلنا وأنا باستخدم اللحمة الزايدة أنا كل اللي بعمله بغير ألوان المواكيك مش أكتر وطبعا التركيب الناس جيب عندي لوانة شغالة على الجاكرد فبالتالي أنا عندي إيه كارتونة أرضية كارتونة نقش كارتونة أرضية كارتونة نقش الموضوع ما فيهوش أي مشكلة لو اتنقلنا مع السيدة زايدة اللي قال الكلام دوت مختلف نهائي لدى أنت كل كارتونة بتعبر عن النقش الأرضية في نفس التوقيت فبالتالي الموضوع بيكون هنا مختلف طبعا هنا احنا شفنا الزاي بقدر أوزع النقشة اللي ايه الخاصة باللحمة الزايدة بشكل ايه طبيعي ما فيش أي مشكلة وكنا شغالين بلون واحد تعالوا نشوف هنشتغل تصميم تاني بس التصميم ده هيكون لحمة زايدة وهنعمل تقطع فيها وهنشغلها كمان بلونين ده مش متقطعه بس ده كمان بلونين طب بلونين دي معناها أننا محتاج مواصفات مختلفة تعالوا نشوف المواصفات اللي احنا نشتغل بيها اللحمة الزايدة اللي هتكون متقطعة وكمان بلونين هنا طبعا ده شكل التصميم بتاعي وهنا ده شكل الجزء القاطع ما بين كل تصميم ويه التاني يبقى هنا هيبقى عندي صف هيكون فيه نقشة وصف هيكون فيه أرضية طيب هنا الترتيب بتاع النقشة ده هيتم ازاي هيكون عبارة عن صف اللحمة اللوني الأول ده نقشة وصف اللحمة اللوني التاني اللي هي النقشة رقم اتنين وصف أرضية طيب هنا هنمشي بالكلام دوت هنفضل ماشيين عادي نقشة أول نقشة تاني أرضية أول تاني أرضية أول تاني أرضية لغاية لما نوصل لغاية هنا أرضية وأول وتاني طب بعد كده هنرجع تاني للأرضية بس لو لاحظنا الارضية لازم تكمل بعضها يعني ايه يعني انا بدأت باللحمة الاولى من النسيج السادة اللحمة التانية الاولى انا انا بنعلم على العلامات او بنشاور على العلامات الخاصة بيه الارضية يبقى انا شغالين اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى ولما جينا عند الجزء المتقطع شغالنا التانية طب اللحمة التانية دي اللي احنا بنشاور عليها دي تتبع جزء النقش ولا تتبع الجزء المتقطع يعني احنا هنا بدأنا باللحمة دي لازم ننهي باللحمة التانية يبقى هنا الجزء ده يتبع الجزء السفلي بداية التقطع هيكون من اللحمة الاولى في النسيج السادة واحد على واحد وهنمشي برضو جزء متقطع اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية كده انتهى الجزء المتقطع وما اجي اشتغل النقش هلقى ان انا بكرر المسافة اللي تحت دي مرة تانية عشان اوصل لايه للشكل اللي انا عايزه طب تعال بقى شوف الترتيب بتاعي بقى الترتيب عندي هنا دايما هتكون ان اللحمة الاولى النقش الاول اللي هو الازرق بعد كده احمر ازرق احمر وافضل ماشي هنا ازرق احمر وهجي هنا لما بدل هلقى برضو شغال ازرق احمر ما اختلفتش ازرق احمر زي ما انا شغال لغاية لما خلص التصميم بتاعي كل حصل ان حصل تبادل في الالوان بس في المواضع لكن ما اتغيرش الترتيب فدلنا زي ما احنا شغالين برضو بترتيب فتلة لون اول فتلة لون تاني اه لا معلش احنا شغالين لحماتي با احنا منتكلم عن لحمة لون اول لحمة لون تاني لحمة لون تاني لحمة ارضية و هكذا للاخر تمام كده بانا كده عملنا التصميم بتاعي بالشكل المطلوب هنا هناخد مواصفة تانية بس المرة ده هنشتغل نقشة زي ده حقيقية من السيدة هنغير الطريقة بتاعت التصميم وهنشتغل تصميم نقشة زي ده حقيقية من السيدة بلون واحد وهنشتغله كمان متقطع يرد تشغيلها على قماش ارضية سيدة واحد على واحد بترتيب فتلة ارضية لفتلة نقش والمطلوب بيان التركيب النسج لهذا التصميم على ورق المربعات يبقى انا هنا الاول هشوف التصميم بتاعي وانا هنا بتكلم عن نقشة زي ده حقيقية من السيدة عشان نشتغل النقشة زي ده حقيقية من السيدة لازم ابص الاول على التصميم بتاعي طب التصميم ده متقطع ليه متقطع لانه في مسافة ما بين النقشة والتاني لو هنا قلنا النقشة دي على المسافة دي كلها دي عدد الفتل بتاعتها لغاية هنا مثلا وهلقى من اول العلامة الملونة الاخيرة دي المسافة دي كده كلها فاضية فاضية بمعنى المسافة دي هيكون فيها نسيج سادة واحد على واحدة او نسيج ارضية عموما ممكن يكون شغال بقى اي تركيب نسج تاني بس هنا طبعا في التصميم بتاعي بيقول نسيج سادة هلقى المسافة دي فاضية مفهاش نقشة بالطول فبالتالي ده اول قطع عندي بعد كده بيشتغل نقشة تانية في الجزء المتبادل وبعد كده هيجي لي مسافة تاني فاضية مفهاش نقش وبالتالي لما يجي الكرار هبصى لان التصميم تاني بتاعي بدأت النقشة دي ترجع في المكان ده وهكذا فكده كل مربع او كل شكل من الاشكال دي في مسافة فصلة فيهم طب ده هيديلي شكل على سطح القماشة ايه هيديني تناصر للشكل المعاينات الموجودة عندي ده هيديني شكل متناصر على سطح القماشة بتاعته فبالتالي ده هيدي شكل جمالي على سطح القماش التصميمات او التركيب النسجي الموجود عندي او النقشة الموجودة عندي مش متلاصقة فبالتالي هيديني فرصة ان اشوف تصميمات فيه على مسافات متبعدة على سطح القماش ده هيدي برضو مظهر كويس لسطح القماشة اللي عندي فبالتالي أفضل كتير جدا لو أنا اشتغلت بالطريقة دي طب هل هو مفهوش غير متقطع لأوه في كل الأشكال وبالتالي زيه زي اللحمة الزايدة طب تعالوا نشوف النقشة الزايدة من السدى أنا هنا بتكلم عن نقشة زايدة حقيقية أنا في اللحمة كنت بضرب ارتفاع التصميم في اتنين طيب في السدى هضرب عرض التصميم في اتنين وهراعي الأماكن اللي فيها تقاطع أو جزء المتقطع ده هتكون بالتركيب النسجي الخاص بالنسيج الساعة طبعا نشوف لما نيجي نوزعها هنوزعها ازاي هنا ده شكل التصميم بتاعي لو جينا نقول احنا عملنا عليه ايه هنلاحظ اني عندي هنا فيه ترتيب ألوان موجود أسفل التصميم بتاعي وترتيب الألوان بتاعي بيقول ايه فطلة أرضية فطلة نقش أرضية نقش أرضية نقش أرضية نقش وجيه هنا على المسافة دي هو هنا بدأ بأرضية هينتهي بنقش ويرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة دول ليه الجزء الفاصل وهنا بدأ بالعلامة الأولى التانية الأولى تانية أولى تانية التانية دي تتبع النقش التانية هنا تتبع الايه الجزء الخاص بنقش اخر هنا اخر التقاطع او اخر النقش عندي الفطلة دي وبدأنا فطلة اتنين تلاتة ليه الجزء الخاص بالقطع وده اللي كان موجود عندي فين في التصميم كان عندي تلات فتل للقطع تلات فتل من التصميم فادي تلات فتل السادة اللي بيتكلم عليهم ادي واحد اتنين تلاتة ورجع تاني بدأ يظهر من الجزء التاني وهنا طبعا بدأ بالفطلة رقم اتنين في النسيج السادة وعشان يبدأ على طول بعدها ايه نقشة وهكذا ارضية نقشة ارضية نقشة ارضية نقشة الوقت لما افل هنا عند ايه الارضية اللي هي بدأت بالايه بالعلامة التانية من النسيج السادة طب هناك في التصميم كان افل باربعة قد الاربعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة كده هو افل بالشكل المطلوب وعمل بالزبط الجزء اللي احنا عملناه اللي هو النقشة اضرب في اتنين وخد النسيج الفاصل زي ما هو بدون ضرب او بدون عمل اي مساحات تانية زيادة يبقى هنا كل اللي عملوا بدأ يوزع التصميم بالشكل ده يبقى هنا مبني كل شغلي هيكون هنا مبني على ايه على ترتيب الايه الالوان اللي هيكون اسفل الفتاة الاساد الخاصة باسادة طيب تعال بقى على اللقي هنا اللقي في النوع ده من الانسجة محتاج يكون في درقتين للارضية درقتين ما لهمش علاقة بالنقش اللي انت هتشتغله والدرقتين دول هيتحركوا بالتبادل معاك الدرقة الاولى مع اللحمة الاولى من النقش الدرقة التانية مع اللحمة التانية من النقش وهكذا واحدة واحدة لغاية لما يخلص معاك النقش بتاعك بالتالي يبقى هنا مثلا لو انا هنا هبدأ حرك ده هنشوفه هنا طبعا على عرباط الدوس بس تعالوا نشوف هنا هو عمل ايه الدرقة الاولى والدرقة التانية للنسيج الارضية وهكذا هتلقى نسيج الارضية هنا تيم يعني ايه تيم يعني مفيش فتلتين ارضية جنب بعض شبه بعض لا بالعكس هو فردهم على سطح التصميم وبالتالي هنا تبعهم برضه اولى تانية اولى تانية اولى تانية في ده الاولى تانية لغاية scadi Caleb لغاية نهاية التصميم افل بالتاني بدأ بالاولى هنا وافل بالتاني طب لو ما تبعش الموضوع ده وبدأ بالاولى وافل بالاولى هتلقى ان في نسيج ممتد فاصل ما بين التصميمين ويبقى شكلها سيء جدا على سطح فبالتالي لازم يروع الجزء ده وهو ايه وهو شغال انه حتى لو التصميم عندي حاسس ان في مشكلة في عدد الفتل الخاصة بالتصميم والنقش اللي عندك حافظ على ان يكون النسيج الارضية عندك تام بمعنى بتبدأ بالعلامة الاولى من النسيج الارضية بتنتهي بالعلامة التانية من النسيج الارضية عشان يطلع التصميم بالشكل المطلوب تعالى بقى على النقش ولان النقش فيه فتل متشابه في الحركة فبالتالي ببدأ اعد الدرق بتاعي على حسب النقش بتاعتي والانعكاس الموجود عندك انا عندي هنا انعكاس فيه الجزء ده يعني الجزء اللي مين يشبه الجزء الشمال فبالتالي هنا اول درقة فيه النقش تاني درقة تالت درقة الرابعة الخمسة ومن الخمسة رجع تاني اربعة تلاتة اتنين واحد بخلاف الارضية انا هنا بعيد او انا سبت واحد واثنين بتاعي الأرضية واشتغلت من ثلاثة واعتبرتها بالنسبة لنا ايه الدرقة رقم واحد للنقش تعالى على الجزء التاني من النقش وده في الطرف التاني برضو هاعتبر ان دي اول درقة فيه النقش رقم اتنين يبقى الاولى التانية التالتة الرابعة عندي خمسة ويبدأ اياكس اربعة تلاتة اتنين واحد وزي ما قلنا انا بعيد الدرقة اللي على النقشة لكن طبعا انا هنا عندي خمسة للنقشة التانية وخمسة للنقشة الاولى واثنين للارضية بقى انا هنا عندي اتناشر درقة عد الدرقة بتاعي الاولى للارضية الرقم واحد والتانية للارضية الجزء التاني من الارضية رقم اتنين بعد كده رقم تلاتة اربعة خمسة ستة ادي هنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ده لجزء النقشة رقم واحد بقى يبدأ من درقة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر لجزء النقشة رقم اتنين يبقى أنا بنتهي بعدد الدرق بالشكل اللي ظاهر قدامه تعالوا بقى على رباط الدوس لما بجن الرباط الدوس بقى الكلام ده عشان أترجمه لحركة على المكنة هلأ أن الصف الأولاني مرفوع فيه إيه؟ مرفوع فيه الدرق رقم واحد وعد كده سيب اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وارفع الدرق رقم سبعة الدرق رقم سبعة بترفع للعلامة دي فبالتالي العلامة البرطوانة دي أول علامة هتكون شغلة عندي فيه فيه المسيج المطلوب مني تعالوا على الحطف رقم اتنين الحطف رقم اتنين هيرفع فيها الدرق رقم اتنين ويسيب تلاتة واربعة وخمسة ويرفع ستة وسبعة ستة وسبعة آدي ستة وآدي سبعة ولأن ستة مكررة تاني مع الفتلة دي ترفعت هي كمان فدتني العلامة دي وظهرت معايا في النقش كل ده وبقية الأجزاء منخفضة فبالتالي اللي ترفع عندي هو الأجزاء المطلوب يظهرها على سطح الأماش في الأماكن دي طب والتشييف زي ما قلنا تشييف بيكون فضاء للأماشة تعالوا نشوف الحطف رقم تلاتة الحطف رقم تلاتة هيرفع الدرق رقم واحد مرة تانية ويسيب اتنين وتلاتة واربعة ويرفع خمسة وستة ويسيب بقية الدرق من سبعة للآخر فبالتالي هنلاحظ كده لو أنا مشيت مع النقشة كده بالعرض هبص لها ان هو رفع العلامات دي كده بالشكل ده وجيه على النقشة بتاعتي أدي خمسة وأدي ستة وساب البقية طبعا هنا ده نعكاس فبالتالي ده برضو خمسة وستة وكل البقية ايه منخفض فبالتالي ما ظهرش نقشة في المكان ده تعالوا نطلع كده قبل الآخر اللحمة القبل الأخيرة هنا بقول لي رفع الأولى وساب اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وكله كده ورفع حداشر واثناشر لو مشينا معاها اللي المسافة دي كلها فاضيا فاشغل الأرضية ودي احداشر وقادي اثناشر اخر حدفة عندي او اخر رفع عندي او اخر حاجة في رباط الدوس اخر حدفة في التصميم مش في القماش لان طبعا كلام ده بتكرر اكتر من مرة على القماش عشان يديني التركيب النسج على سطح القماش هلا انه هنا الدرقة الاولى منخفضة التانية مرفوعة من التالتة لغاية حداشر منخفضة واثناشر مرفوعة فبالتالي هيظهر كل المسافة دي كده ما فيهاش نقش الا العلامة الاخيرة اللي ظهرها عندي دي بالشكل ده وبالتالي كده التصميم بتاعي اتعامل بالوضع بتاعده كده احنا عملنا تصميم سيدة زايد متقطع يعني ايه سيدة زايد متقطع يعني النقشة ظهرة في موادع وفي موادع تانية فيها ارضية طيب النقشة كده كان بشكل طولي طيب الكلام ده وفار لإيه وفار لإن مطوط السيدة نفسها هتكون عليها مش كلها سيدة دي فيه مسافات فاضية ما بين كل مجموعة فتل والتانية فبالتالي تبقى النقشة على سطح القمش عبارة عن مجموعة اشريطة للنقش اشريطة فيها نقش واشريطة فيها ارضية ده هيدي تماسك اكتر للقمشة ومظهر مختلف للقمشة تبقى الظاهرة على هيئة اقلام بس اقلام فيها نقشات بالتالي الميزة اللي هنا فيه فتل السيدة الزايد لو تقطعت اي فتلة في التصميم او تفقدت في اي وقت الجزء طبعا من الفتلة مش تبقى الفتلة كلها هنلقى ان الارضية بتتجمع على بعضها وبتختفي اثر ان فيه شق هنا او كان فيه فتلة موجودة في المكان ده وبالتالي محدش برضه هيلاحظ ان فيه فتلة تفقدت في التصميم الي يكون حد عارف تصميم وعارف ان فيه كسر هنا تحصل في التصميم او فيه جزء مفقود من التصميم لكن الشخص العادي هيقول لا التصميم كويس مفيش اي مشكلة طب زي ما قلنا واجه القماش بيبقى عليه النقشة بالشكل المطلوب بتاعه وتبقى اللون صريح اما ظهر القماشة ظهر القماشة هنلقى فيه مجموعة الخيوط مشايفة من الخلف عشان يساعد على الكلام ده بيحاول يقلل المسابات ما بين انه وشاته بعضها عشان ما عملش تشييفة كبيرة وده يساعد على تماسك الخيوط بتاعة النقشة اذا حصل تماسك هتلقى التشييف قليل شوية من الخلف لكن برضه ما قلنا فيه مجموعة قيوط مشايفة والتشييف ده بيأثر على استخدام العشان كده دايما هتلاحظ ان معظم استخدام النوع ده من النقشات بيكون في الغالب بيكون في المفروشات اذا استخدم فيه القماشة القمصان او البلوزات او القماشة الخفيفة عموما هاللاحظ ان هو بيستخدم فيه القماشة اللي بتكون تقيلة وفي نفس الوقت خفيفة بمعنى ايه تقيلة وخفيفة بمعنى ان هي تكون القماشة نفسها صمكها عالي فبالتالي لما تحصل تشييفات اسفل الارضية بتاعتها مبنش او ما تظهرش على سطح القماشة ان فيه الوان تانية مختفية تحت الارضية ده في حالة اذا كان الاستخدام متقطع فبالتالي الاستخدام الاكبر بيكون على قمشة الفرش اذا استخدمتها في قمشة القمصان بيحاول تكون فيه تعشوات اكتر وطبعا بيبان المظهر اكتر على سطح القماشة وبيفضل ان تكون بلون واحد في الحالة دي اه بلون واحد لان انا اللي همني ان الاقشة تظهر على سطح القماش مش اللون يعني فيه كده وفيه كده فيه استخدام بالشكل وفيه استخدام بلون واحد وتلاحظ برضه ان فيه اقلام للنقشة في وسط اقلام الارضية او بتكون القماشة كلها منقوشة بلون واحد بس بتظهر النقشة على هي تلمعان على سطح القماشة بالتالي ده برضو بيدي مظهر برضو كويس لقماشة استخدامات كتير جدا ليه الموضوع ده سواء كان في السيدة الزايد او اللحمة الزايدة برضو الغرض زي ما قلنا في النهاية انه بغير مظهر القماش بتاعي تعالوا نشوف هنعمل تصميم تاني بس تصميم لسيدة زايد مستمر وهنستخدم برضو اللونين هيبقى نفسي فكرة بتاعت اللحمة الزايدة اللي بلونين بس زي ما قلنا انا هنا بتكلم عن سيدة زايد يعني فيه مطوطين موجودين عندي على المكنة طيب لو عندي لونين وعندي ارضية ونقدر اركب مطوط سيدة تالتة للون التالت لو عندي تغيير في النقشات اه اقدر اعمل المطوط ده طيب تعالوا نشوف الكلام ده بيتنفذ ازاي عندي وتعالوا نشوف الموصفة اللي موجودة معي هنا ده تصميم لنقشة اه زايدة حقيقية من السيدة وزي ما احنا ملاحظين ان هنا الفتل اللي هي بلون اه اللون الاول بتتشابه مع اللون التاني فيه التقطعات وفي الكم الظهور فبالتالي هنا اللي اتنين ينفع علامات واحدة لان انا مش شايف تشيفات زايدة ما بين اللونين فبالتالي اقدر استخدم الكلام ده علامات واحدة طيب احنا هنا اه اه شلنا الخلاف على موضوع تلات مطووي سيدة فبالتالي انا هنا استخدم مطوطين سيدة مطوة للنقش مطوة للارضية طب مطوط النقش هتترتب بالترتيب اللي احنا شايفينه ده هيكون عندي هنا طبعا لونيني يبقى لون اول لون تاني وهكذا للاخر ده على مطوط ايه السيدة ازاي اما مطوط الارضية فبالتالي هيكون لها بلون واحد كله يحصل ان احنا لما بنيجي عن اللقي هنبدأ نفرق الخيوط من بعضها ونقول الترتيب ارضية نقشة اول نقشة تانية ارضية نقشة اول نقشة تانية تعالوا نشوف لما نيجي نفرد الاماشة دي هنفردها ازاي او تركيب الناس جدا هنفرده ازاي على الورا مربعات انا هنا عندي لونين طب اللونين دول يبقى انا هضرب التصميم اصلا في اتنين طب وعندي كمان الارضية والارضية عايزة كمان مسافة يبقى عرض التصميم هنا هتدرب مش في اتنين هتدرب في تلاتة يبقى هنا عرض التصميم بتاعي انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر اضرب اتناشر في تلاتة وشوف المساحة الجديدة اللي هتكون عندك المساحة الجديدة بتقولي ترتيب ارضية نقشة اول نقشة تانية ارضية اول تانية ارضية اول هكذا لنهاية التصميم كده انا ما عنديش فواصل ما بين النقش وبعضه فبالتالي هبدأ اوزع بالشكل ده بما اني شغال سيدة زايد وما اني شغال عندي فيه ارضية موجودة عندي في النص بالتالي محتاج يكون عندي درق للارضية الدرق الاولى والتاني هيكون للارضية وبقية الدرق الموجودة عندي هيكون للنقش بس هنا توزيحة النقش مختلفة تصميم اللي فات كان سهل افصل درق النقش عن بعضه واقول انا عندي مجموعة واحد للنقش رقم واحد مجموعة اتنين للنقش رقم اتنين هنا النقش اللي كانت معايا من شوية فيها علامات كتير شبه بعض يعني لو رجعنا لها كده هنلاحظ ان هنا العلامة دي او الحركة دي تشبه الحركة دي تمام بس دي في اللون الاول ودي في اللون التاني الحركة دي تشبه الحركة دي ودي في اللون الاول ودي في اللون التاني هنا برضو الحركة هنا تشبه الحركة هنا ودي في اللون الاول ودي في اللون التاني معنى كده ان لو انا جيت اقسم الدرق هقول هنا الفتلة دي كلها كده انا هنسى ان دي موجودة بس هقول ان النقشة دي اللي انا دي هتبقى على درقة ودي كمان على درقة مختلفة لان دي بلون تاني فبالتالي سهل ان انا احركها وافصلها عن بعضها يبقى انا محتاج ادي درقة اتنين تلاتة ودي هتستخدم تلاتة اتنين واحد وهنا دي شبه دي على نفس الدرقة رقم تلاتة ودي برضو على نفس الدرقة رقم تلاتة ودي على الدرقة رقم اتنين لاني شبهها وهنا الدرقة رقم اتنين ونرجع تاني دي ودي للدرقة رقم تلاتة طب انا كده عرفت الحركة بتاعتي وعرفت هنا انا عندي تلات درقات بس في الصف ده لو طلعنا على الجزء التاني مع انه احنا بنقول نفس الخيوط بس احنا هنا نتحرك على درقة مختلف هنا تبقى برق الدرقة رقم اربعة وهنا 4 وهنا 5 5 ونرجع تاني 4 4 دي حاجة جديدة هتبقى 6 ونرجع تاني 5 4 4 5 6 يبقى هنا عندي 6 درقات عشان عندي 6 اختلافات تعالوا نشوفوا ونفذ الكلام ده هنيجي نعد الدرق هنا هنا بداية الدرق النقش هنقول قد الدرق الاولى التانية التالتة الربعة الخمسة الستة فعلا استخدم 6 درقات للنقش وحطوهم اسفل التصميم يبقى هنا يتحرك ازاي زي ما قلنا هنا ارضية نقش اول نقش تاني ارضية اول تاني ارضية وهكذا لغاية لما خلص التصميم وانتهى بلون النقش التاني اول حاجة بيوزعها وزع فتل الارضية كلها وحط العلامات بدأ بالعلامة الاولى بالنسيج السادة وانتهى بالعلامة التانية في النسيج السادة يعني هنا عمل ايه اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية اولى تانية كده هو التزم بترتيب الخاص بالتصميم بتاعي وتعالى بقى نشوف في الارضيات كده الارضية خلصت طب النقش النقش احمر ازرق احمر ازرق احمر ازرق للنهاية انتهى بالايه بالازرق يبقى هنا بدأ بالاحمر وانتهى باللون الايه باللون الازرق هنا بين الالنقش زي ما هو كان شايف عنده في التصميم الصغير اللي كان معانا من شوية بالعلامات والمطلوبة بتاعتي طبعا لان هنا عندي هو ضرب بالعرض لكن الاردفاع زي ما هو بالتالي نقل العلامات بزي ما هي هنا مثلا موجود عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6 علامات نقلهم زي ما هم في التصميم الاساسي بعد ما عمل اللقي وطبعا وزع علامات النقش الاول والتاني والارضية ووقع اللقي بتاعي على الدرق يبدأ يعمل روباط الدوس حسب الحركة الموجودة عندي انا عندي زي ما قلنا في البداية انا عندي 6 حركات موجودة للنقش هنا بالتالي هو ترجمهم بالزبط بالشكل المطلوب وزع درقه بالترتيب المطلوب بحيث يكون متناسب مع التصميم بتاعي هنا واستخدم ستة الدرقات بس استخدمهم بالترتيب على حسب العلامات اللي ظهرت قدامه تعالوا نشوفوا عمل ايه في الترتيب هنا طبعا خد الدرق الاولى وحطها للدواسة الاولى التانية للتانية وهكذا لغاية الدرق رقم 6 وصلها للدواسة رقم 6 هيبدأ يحرك التصميم اللحمة الاولى لما بدأ يفتح لها النفس رفع لها الدرق رقم 1 وساب 2 ورفع 3 وساب الباقي انا عندي هنا 6 درقات للنقش واتنين للارضية انا عندي 8 درقات محتاجين لدما دواسة يبقى هنا رفع العلامات المطلوبة دي او رفع الدرقات المطلوبة دي عن طريق ضغطه على الدواسات رقم 1 ورقم 3 وعمل الحدفة رقم 1 الحدفة رقم 2 هيسيب الدواسة رقم 1 ويرفع الدواسة رقم 2 و3 وسيب 4 ويرفع 5 عشان يديني اللحمة اللي ظهرها قدامي بالشكل ده ويظهر فيها المواضع بتاعة الالوان بالوضعية اللي احنا شايفين هدي وبالتالي قدر يعمل الحدفة رقم 2 بالوضع ده وظهرت معا الالوان بتاعته المطلوبة هيمشي واحدة واحدة مع عرباط الدوس لغات زي ما قولنا برضو هناخد القبل الاخيرة والاخيرة هنا رفع الدرق رقم 1 وساب الكل ورفع 7 و8 وظهر معا النقشة بالشكل ده بعد كده اخر حدفة ساب الحدفة اه ساب الدواسة رقم 1 وضغط على الدواسة رقم 2 وساب الكل وضغط على الدواسة رقم 8 وظهر معايا العلامات المطلوب بيظهرها بالشكل ده وطبعا ظهرت بالالوان بتاعتي بالوضع ده زي ما قولنا هنا ان اللي هميني في الموضوع ان اظهر التصميم بتاعي بالالوان المطلوبة وزي ما احنا شفنا واحدة واحدة مع التصميم بتظهر الالوان بتاعتي وهنا انا بتكلم عن سيدة زايد حقيقية ولحمة زايدة حقيقية يعني ايه حقيقي يعني النقشة لها خيوط منفصلة تماما عن الارضية ليه بقولي الكلام ده لان عندي نوع تاني من الانسجة دي اسمها سيدة زايد تقليدي ولحمة زايدة تقليدية بمعنى تقليدية دي موجودة بتشترك مع الارضية في الحركة فبالتالي هاتشكل التصميم بيقى مختلف شوية ولو تسحبت لحمة او تسحبت فتلة من النقشة بتعمل شكل مختلف على سطح الأماشة فبالتالي ما بتظهرش بالشكل ده بالتالي بقى افضلهم طبعا انا بحب السيدة زايد ولحمة زايدة زي ما قلنا النقشة بتكون صريحة على سطح الأماشة اما التقليدية فالنقشة زي ما قلنا بتشترك مع الارضية في ايه في تعاشقات الارضية ما بقاش فيه تشيفات فبالتالي بقى فيه شكل مختلف جدا على سطح الأماشة تعالوا نشوف إنه هو ده من التصميمات المسائل بتاعته شكلها إيه وبيتنفذ إزاي هنا بيقول لي إيه تصميم مساحته 18 في 18 مربع هنا وحدد للتصميم مفيش حاجة اسمها إضرب في حاجة يرد تنفيذه على طريقة اللحمة الزايدة التقليدية مع توضيح اللقي ورباط الدقس أنا هنا أعمل لحمة زايدة تقليدية زايدة تقليدية يعني تبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في عمليات التنفيذة تعالوا نشوف التنفيذ بتاعي هيتم إزاي بنانا على تصميم مساحته 18 في 18 مربع هنا ده التصميم بتاعي وده بما إنه هو نقشة زايدة تقليدية هيدرب التصميم في اتنين ماشي لو ضربته في اتنين وبعدين ده أنا بقولك إنه هنا مش هيكون في تشيفات ده أنت النقشة بتاعتك دي هتشترك برضو مع الأرضية فين في التحبيس فهيدرب أنا هنا شغال لحمة فبالتالي هضرب ارتفاع التصميم في اتنين وبعدين هتبقى فيه عندك لحمة رقم واحد مثلا في السيدة هي اللي شغالة واللحمة رقم اتنين هتبقى هي الخاصة ب آآ لحمة النقش وخلي بالك لو جات علامة لحمة ملاصقة للتصميم ابعد حطها طب هنترجم الكلام ده ازاي تعالوا انترجمه على التصميم بتاعي على طول هنا هو وزع التصميم الاول ليه وزع التصميم الاول عشان يقدر يشوف هيتفدأ ايه في التصميم بتاعي اثناء وضع علامات اللحمة اللي هي التقليدية اثناء وضعها هنا هيبدأ يقول لي ايه هنا الصف دوت ليه النقشة بتاعتي وصف التاني للارضية طب هنا وزعنا النقشة ما احنا قلنا ما بين كل لحمة نقشة والتانية في مسافة فاضية للحمة الارضية وزعت النقش تمام خلاص يفيش مشكلة تعالوا نشوف الارضية بقى ويبتتوزع هنا وزع علامات الارضية وبدأ بالعلامة رقم اثنين في السدة في التركيب النسج بتاع الارضية بدأ بالعلامة رقم اثنين عشان اللحمة التانية بتاعتي اللي هي تحصل فيها التعاشق اللي هي تكون اساسا عبارة عن لحمة نقش بس مشتركة مع الارضية في التعاشقات هنا مفيش تشيف لان اللحمة الريدي كده كده عمل التعاشقات في الارضية فبالتالي ظهرت بالشكل اللي احنا شايفينه ده اشوف النقشة من بعيد لكن مش مش واضحة معايا ان في مشكلة في المكان ده فبالتالي هنا شكل الرسم ظاهر في المواضع دي تعالى بقى نشوف اللقية بتاعي اللقية هنا يكون لقية تقليدي عادي الخيوط اللي شبه بعضها هتتحرك بالشكل المطلوب فتلة الاولى فيه الدرق الاولى التانية في التانية وهكذا اللي غاية لما اوصل للجزء التاني اللي فيه اختلاف في الحركة هنا في نقشة تانية في المكان ده فبالتالي هنا مجموعة الدرق مقسومة لمجموعتين مجموعة القلم الاول بناء على الموضع ده وعالشكل ده ظهر معايا رباط دوس مختلف هاللحظة ان هنا نص النقشة موجودة في الجزء الاولاني ونقص النقشة رقم اتنين موجودة في الجزء التاني وظهر معايا التصميم بتاعي او رباط الدوس بتاعي بالشكل ده هاللحظة ان رباط الدوس هنا بيتحرك حسب اللحمة المطلوبة منه وهكذا بحيث ان من اللحمة الاولى مثلا هتكون اللحمة العادية رقم اتنين في النسيج السادة فبالتالي هنلاحظة ان هي دايما موجودة بطول النقشة بتاعتي لحم رقم اتنين نقشة لحم رقم اتنين نقشة لحم رقم اتنين نقشة طب اللحم رقم واحد هاللحظة ان هي فتلة النقشة او لحمة النقشة نفسها ليا باللون البرطقاني وبتتحرك على حسب ما بيقول لي هعمل فيها ايه هاللحظة هنا ان هنا في علامة لازم ما تتحطش لان اللحمة دي او العلامة دي علامة هتكون مراصقة للنقش فبالتالي استحالة ان انا احطها جنب العلامة دي فبالتالي لازم الغيها هاللحظة الكلام ده دايما في اي علامة من علامات المطلوبة هنا مفروض العلامة دي تتلون ما لو انتهاش لاني جنبها علامة ناش هنا احنا اتكلمنا عن الانسجة الزايدة سواء كانت تقليدية او الحقيقية ادينا جزء من اللحمة الزايدة التقليدية وطب بينطبق عليه بنفس الطريقة السيدة الزايدة التقليدي بنفس الشكل ده بيمنع التشريفات اللي احنا كنا بنقول عليها بتكون في خلفية التصميم بتاعي طبعا جزء اللي احنا راجعناه معكم النهاردة ده جزء من الاجزاء المهمة عندنا بيحتل مساحة كبيرة جدا من منهجنا المراجعة التانية ان شاء الله هنكون نتكلم عن الجزء الخاص بالزردخان والجزء الخاص بالانسجة المزدوجة ان شاء الله طبعا احنا في نهاية حلقتنا بتمنى لكم التوفيق شكرا على خير في العلاقات الجاية وعلى اللقاء